كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بما حفظ به الذكر الحكيم وأن يتقبل الله منا ومنكم جميعا صيام هذه الأيام المباركة الست من شوال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ويبارك في الجميع ببركة النبي الشفيع عادة بعد مضي رمضان الأكرم وقدوم شوال ومعد أن يصوم الناس الست أيام من شوال تبدأ أحداث سعيدة بين الناس ويأحداث عقد القران والزواج والحفلات والأعراص عادة المؤمنون والمؤمنات منذ القدم إذا أرادوا أن يقيموا زفافا ميمونا وإذا أرادوا أن يعقدوا قرانا اختاروا له شهر شوال وهذا الذي يبدو في هذه الأيام المباركة هناك حركة ذؤوبة للأسر والعائلات الكريمة التي ترغب في عقد زفاف لأبنائها ومناتها يلاحظ بأن الكثير من الأسر المغربية في هذه الأيام تسعى جاهدة لإقامة الحفلات وإقامة الأعراص وإقامة الخطوبة كل هذا تيمن لأن شهر شوال هو شهر الزواج وشهر الخطوبة وشهر عقد القران ولهذه المناسبة سوف نواكب وإياكم هذه الأحداث ونتحدث في برنامج هذا عن كل ما يتعلق بالخطوبة وبعقد القران وما يتعلق بالأعراص وكل ما يتعلق بهذه السنة النبوية الشريفة والسنة الربانية والسنة الكونية هي سنة الزواج التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لماذا اخترنا هذه الأيام المباركة لأن لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لماذا أنت محظوظة في زواجك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لك مقام رفيع دون نسائه قالت لأنه خطبني في شوال وعقد بي في شوال وماذا بي في شوال لذا كنت أكثر نسائه حظاً ومن ثم نهب أهل الفقه والحديث بأن عقد القران والزفاف في شوال يكون صاحبه أكثر حظاً في السعادة وفي البركة ولنبدأ أول شيء وهو من مبدأ الخطوبة الخطوبة هذه الأيام مباشرةً بعد نهاية رمضان ونهاية صيام ستمل شوال العائلات المغربية اعتادت أنها تنظم عقود الخطوبة خصوصاً ونحن في نهاية فصل الربيع وبداية إن شاء الله فصل الصيف وهكذا يكون الوقت مناسباً تموضوعنا الليلة أيها الأحبة الكرام وهو الخطوبة في الميزان الشرعي كيف يمكن أن تكون الخطوبة بين العادات والتقاليد الخطوبة بين الباضي والحاضر الخطوبة في الشباب اليوم كيف تكون هذه الخطوبة هي من أجمل الفترات التي يعيشها كل زوج وزوجة كل من سألته كل زوج وزوجة ما هي أجمل وأنبل وأسعد أيام حياتكم سيقول بأنها هي المرحلة الأولى فترة الخطوبة التي فيها يتعرف كل واحد على الآخر يتعرفان على طباع بعضهم البعض ومن ثم تكون خانية من البشاكل وخانية من هموب الحياة ويكون هناك رؤية مستقبلية رؤية باسمة رؤية قائمة على المحبة وعلى المودة وعلى العطاء وعلى الأحلام الأحلام الجميلة نتحدث اليوم أيها الأحباب الكرام هل هذه الخطوبة كيف كانت وكيف صارت هل الخطوبة لها شروط خاصة ربما بعض الشبابين والشاباتنا يريدون أن يعرفوا ما هي شروط هذه الخطوبة وما أهدافها الواضحة وهل هي مشروطة بمدة محددة هل تكون سريعة أم تكون طويلة الأمن أم مشروطة بمدة محددة والشاب هل يذهب وحده إلى العائلة عائلة الفتاة لطلب يدها أم يذهب مع أسرته أم لا بد من رفقاء من أهل الفقه وأهل الصلاح يكونون معه في الخطبة لأنها مسألة جد حساسة الحضور الذين يحضرون في أول لقاء لهم دور كبير إما في مباركة هذه الخطوبة وجعلها تستمر إلى الأمام وإما ربما قد لا تكون وفقة أيام زمان كنا نشاهد بعض الأفلام الكلاسيكية في الكوميدية كيف أن لما يذهب الشاب لخطبة الفتاة تكون معه أمه أو الحمات تذهب معه وتقوم ببعض الأشكال ربما قد تستقبل الشاب العروس وتفحصها فحصا كبيرا هناك من تأخذ معها الحمص وتقول لها هل ممكن أن تكسريه بأسنانك حتى ترى هل أسنانها صحيحة أم ضعيفة ربما قد تأخذ من خصلات شعرها وتتأكد هل هو شعر حقيقي أم أنه شعر مستضع وغيرها من التصرفات التي كان الناس يشاهدونها في بعض الأفلام الكوميدية هي أشكال تقريبا كاريكاتورية اليوم هل هي مقبولة هل يسمح لألحابات ولمن معها أن تقوم بفحص هذه الفتاة المخطوبة والتأكد من سلامة بدنها أم لا مد أن هذه الأمور صارت غير مقبولة بحكم التطور وحكم الانفتاح وحكم ثقافة حقوق الإنسان والحرية الفردية كثير هي الأشياء تغيرت وتبدلت في حياتنا نتحدث عن الخطوبة أي الأحباب الكرام ونرى مسألة الهدايا هدايا بين الخاطب والمخطوب كيف يمكن أن تكون نتحدث عن الستر أو الحجاب هل لا بد أن تكون للمخطوبة في حالة حجاب مع خطيبها أم يرفع بينهم الحجاب مسألة الخلوة هل يمكن للخطيب أن يخلو بمخطوبته بعد أن جاء الوالدان وقرأ الفاتحة هل له أن يكالمها مكالمات تليفونية هل له أن يغازلها هذه أشياء كثيرة جدا يطرحها الشباب اليوم خصوصا ممن يريدون أن يعرفوا حكم الله تعالى وفي شريعة الإسلام يتعرفون عن الأشياء المسموح بها والغير المسموح بها بين الخطيبين ثم قد نشير إلى أيضا الحالات حالة الفسخ كم من خطوبة أمرمت ثم بعد ذلك تم فسخها إما بأسباب إما داتية أو أسباب خارجية قد يكون أخطاء حال الطرفين قد يكون بسبب تساهل الفتاة قد يكون بأن الشاب ليس جدي وإنما فقط دال غرضه ثم انصرف قد يكون بسبب اتهام أحد الطرفين الآخر بأنه لا يصلح للزواج هذه كلها أشياء كثيرة ومتعددة تقع في حياتنا نريد أن نتعرف عليها جميعا من خلال حلقات مستمرة ومن ثم نتمنى من المتزوجين الذين لهم أقدمية في حياتهم الزوجية أن يشاركون عبر المكالمات الهاتفية ويعطوننا خلاصة تجاربهم إما أخطاء لكي يتجاوزها الشباب الجديد المعاصر وإما أشياء مفيدة ممكن أن نستفيد منها وممكن أن تكون قدوة وأسوة للشباب الجدود الخطبة أيها الأحمد الكرام تسمى بالخطبة أو الخطبة نحن نقول الخطبة هي عبارة عن طلب هذا الشباب شاب معين يطم فتة للزواج من أهلها هذه الخطبة كتكون هي أول الخطوات للزواج وهي تعرف بأنها ليست زواجا وإنما هي وعد بالزواج هي وعد بالزواج هي اتفاق مبدئي بين الطرفين يجب على الجميع احترامه وهي الطريق السليم نحو إتمام زواج سليم وتكوين أسرة متوازنة لا يمكن أن يكون الزواج مباشرة لا بد أن تسبقه مرحلة تسمى مرحلة الخطوبة أو الخطبة لأن هي يكون فيها المدارسة والتعارف والتفاهم وهي كمحطة أولية تجريبية للتعارف بين الخطيب والخطبة وأيضا بين العائلتين عائلة الرجل وعائلة المرأة لأن المسألة ليست زواج بين الشاب وشابة من هو زواج بين أسرة وأسرة لا بد أن يكون فيهما انسجاب وتناغم وتكامل الأصل في هذه الخطبة أن تكون من الرجل الرجل هو الذي يتقدم لخطبة المرأة هذا هو المعتاد وهذه الأعراف والتقاليد وهكذا كانت البشرية منذ أبينا آدم عليه السلام أبنا آدم والذي خطب أمنا حواء وليست هي التي خطبته وربنا عز وجل لما أكد بأن الخطوبة تكون من الرجل أشار إليها إشارة خفيفة فقال ولا جداح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكدنتم في أنفسكم فالخطب هنا موجه للرجال ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل إذا خطب أحدكم المرأة فالخطاب دايما موجه للرجل للماذا الرجل هو الذي يخطب المرأة؟ هذا فيه حفاظ لحياة المرأة ورفعا لمكانتها وسودا لكرمتها هذا هو الأصف ولا يمنع أن المرأة هي تشير إلى الرجل بالخطبة ولكن الذي ينبغي أن يتقدم أولا ويطرق الباب ويكون هو الراغم ويشكري يشكري ويدفع يدفع أثمان إما هدايا وصداق هو الرجل هذا كله في باب المساواة وفي باب مقاربة الدوع غير حاضر المرأة هي فيها الحياة وربنا عز وجل أراد أن تبقى مكنتها رفيعة وكرمتها مصودة وجعل الرجل هو الذي يبحث عنها الرجل هو الذي يطرق بابها الرجل هو الذي تقدم لخطبتها الرجل هو الذي يعطي الصداق الرجل هو الذي يقيم الزفاف وكأنه هي المطلوبة وهي الدر المكنودة وهو الذي يرغب فيها وبكل ما أوتي من عطا يريد أن يشكري هذه الفرحة وهذا السرور لكن يجوز أيضا للمرأة أن تخطب إلى نفسها رجلا هذا ممكن أحيانا قد ترى رجل في صفات حسنة وتتمنى أن يكون هو من نصبها فلا بانع للمرأة هي التي تتقدم إلى هذا الرجل إما أن تكلمه بنفسها وإما أن تحدث وليها في ذلك قد يكون ولي أمرها أبوها أخوها أحد أفراد أسرتها يتدخل وإما أن تختار له إنسان أمين وسط من الوسطى هو يقوم بهذا الدور هذا كله جائز وليس فيه بدعة لأن ربما التقاليد والعادات تبدعه كنتسمعوا مع التقاليد والعادات في المجتمع يقولوا هذا عيب ولكن لا هذا حتى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع كثيراً بل الأول ما وقع وقع من السيدة خديجة بتخوين لما تقدمت بخطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلت إليه من يرغبه فيها ومن ثم كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون أن بعض النساء الصالحات هن يتقدم فلا بانع فتاة اليوم عصرة يعجبها شاب إما زميل لها في الدراسة وإما زميل لها في العمل وإما قريب منها وأعجبها شكله وسرها صفاته الكريمة فلا بانع أبداً من أن ترسل إليه بل يكون وسطاً للتواصل معها وممكن أن تتواصل معه مباشرةً هذا لا يقدح في كرامتها ولا في عزتها كذلك يجوز لولي الفتاة هو أن يعرضها على الرجل الصالح فقد يكون الأب أو الأخ الأب عنده بنات أو الأخ عنده أخوات ويرغب في تزوجهم وبحكم علاقاته مع الناس في الأسواق في العلاقات العامة في الأماكن العامة قد يظهر له إنسان شاب فيه صفات حسنة رجل صالح يرى فيه الخير ويتوصف فيه الخير فهذا لا بانع بأن يتقدم ويعرض عليه ابنته أو يعرض عليه أخته وكل هذا فيه جواز لأنه يحرص على أن يضعها في يد أمينة أيام زمان في عادة الصحابة رضي الله وعندهم سيدنا عمر بن الخطاب وما أدرك ما عمر بن الخطاب الرجل الشهب صاحب الأرومة والأريحية وقع على هذا الأمر ابنته حفصة رضي الله وعندها ابنته توفي عنها زوجها فصارت أرملة وهي صغيرة حفصة صارت أرملة وهي صغيرة وأبوها يخاف عليها فبدأ يبحث لها عن من يتقدم لخطمتها فتقدم بعض الناس كل من رأاه فيه صفة من الصفات يعرضها عليه إلى أن طلبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحه إياها وتزوه سيد النبي صلى الله عليه وسلم وفرها أمر في الأول كان يعرض ابنته على بعض الصحابة ورأى فيهم تلكؤا وهي شعرت بضيق كونها متوفى عنها زوجها فإذا سيد النبي يفاجئه ويقول أنا أرغم في الزواج من حفصة فزوجها له سيد عمر بن الخطاب وفرح بها فرحا عظيما فلا منع بأن في عصرنا هذا أبو عنده بنات يبحث لبناته عن زوج أو أخو عنده أخوات يبحث بين أصدقائه وزملائه عن زوج لأخواته وخصوصا لما تكون الفتاة توفي عنها زوجها وهي لا تزال في ريعان شبابها أو قد تكون قد طلقت طلقته ولم يعد لها رغم في الزواج ضربما صدمت فلا منع أن الأب يحيي فيها الروح ويمحث لها عن شريك حياة لأن هكذا ربنا عز وجل خلق الحياة الدنيا يعني لكل زوجين زوجة ولكل زوجين زوجتهم والله سبحانه وتعالى المتفرد بجلاله لا صاحبة له ولا ولد نريد أن نشير أيها الأحباب الكرام بأن من السنة النبوية الشريفة أنه إذا أقيمت الخطبة لابد أن يكون فيها إخفاء لأن في الزواج سيكون هناك الإظهار سنتعرف عن أحكام الزواج والمكاح من السنة النبوية الشريفة أن يكون هناك الإظهار الإشهار يعني الدفوف والمزامير والصوت الحسد والوليمة والناس كلهم يعرفون إظهار لكن الخطبة لابد أن تكون في خفية تكون شبه سرية لا يعلمها إلا المقربين لماذا؟ لأن لا نضبط هل هذا الخاطب والخطبة مخطبة قد يتوافقان أم لا ممكن جدا أن يقع بينهم اختلاف وقد يتراجع الخاطب عن خطبته للمرأة وهدفه إساءة لأن خصوصا إذا كان هناك إشهار للخطبات وصور فوتوغرافية وصفحات على مواقع التوصل الاجتماعي فلان خطبت لفلان مجموعة من مظاهر الفرح والسرور قد لا قدر الله لا سمح الله قد يقع هناك نوع من عدم التفاهم بين الطرفين وقد يزهد هذا الخاطب في خطب مخطومته وهذا قد يكون فيه إساءة خصوصا للمرأة التقافة الشعبية دائما تلحق الإساءة بالمرأة لأن المرأة هي المطلوبة وهي صورتها سرعانة ما تصاب بخلاف الرجل هذا هو السائل في التقافة الشعبية لذا إذا قلنا السنة النبوية الشريفة رهي الدواء والبلسة كلما سمعتموني أيها الأحبة الكرام أتكلم عن قضايا اجتماعية وقلت من السنة السنة معنى الدواء السنة العلاج السنة الحل المناسب لأن كل ما صدر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية له ارتباط بقضايا اجتماعية أو نفسية أو حياتية فهو البلسم من الجروح والدواء الشافي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة ودل حديث سيعرفوا قيمته من من سبق لهم أنهم وقعت لهم خطوبة وفرحوا وسائدوا وأقاموا مغرج وأقاموا احتفالات ثم صدموا بأن الخطوبة لم تستمر وبقيت الصور الفوتوغرافية عالقة على صفحات الأنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبقيت القيل والقال للناس وبقيت الصور عند الخطيب الأول ربما قد يهدد بها المخطوبة إذا تقدم لها إنسان تاني وربما قد يشاهدها الخطيب التاني فيزهد فيها أيضا وهناك تكديم الضحية هي الفتاة لهذا ننصح الخطيب والمخطوبة أن خطمتهم تكون فيها خفية وتكون محدودة عند أهم المقربين وحينما يأتي الزفاف الميمون آنذاك يكون الإشهار وتكون الفرحة ويكون السرور الشاب إذا أراد أن يخطب الفتاة كيف أعليه أن يصطع عندما يجب الشاب خطمة فتاة لا بد له أن يتوجه إلى ولي أمر الفتاة لا بد الوالد الذي له الحكم وله القرار هو ولي أمر الفتاة والدها أو أحد أقاربها قد يكون أخوها أو عمها أو غيرهم أو ما ينبوا عنهم وهكذا يبغي للشاب أنه يقصد الفتاة من البيت من الباب لا تدخل من النافذة لأن البعض ربما قد يستعمل أساليب قد لا تكون سليمة تتير الإشبئزاز أو تتير القلق ولا ينجح المشروع لا بد أن يقصد الضار من باب الضار يعني والدها أخوها أو ولي أمرها وهذا الشاب له أن يرى الفتاة ما يسمى في الشريعة بالنظرة الشرعية أنه ينظر إليها بوجود أهلها أنه الأهل أيضا إذا قابلوا بهذا الشاب لهم أن يخصصوا جلسة جلسة على انفراد بين الشاب والشابة تسمى الضار الشرعية ينظر إليها ويرى فيها ما يعجبه كما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى لك حياة فليفعل كتسمى الضار الشرعية ينظر إليها لأن حتى يديب الله تعالى بينهما الزواج السعيد في حال موافقة الفتاة وأهلها يتم يتم الاتفاق بين الجميع يتفقون على الأمور التي هي أساسية في هذا القران وهنا يأتي الاتفاق على المهر أولاً ثم الاتفاق على الزفاف وتكاليف العرس ثم يأتي الاتفاق على السكن الذي سوف تسكن فيه هذه الفتاة وطريقة عيشها ولدها لابد أن يضبط لها حياة كريمة لأنه يخاف على ابنته وقرة عينه ويمكن أن يتم الانتقال مباشرة إلى عقد القران إلى وقع الاتفاق والطمأنينة وممكن أن يؤخر قليلاً هناك من يؤخر قليلاً لحتى يتم المدارسة الشاب يريد أن يدرس الفتاة والشاب تريد أن تتريد قليلاً حتى ترى السلوك ترى الطباع ترى طريقة التفكير هل هذا عصبي ربما قد يكون الرجل عصبي وحتى الرجل ربما يريد أن يرى الفتاة هل هي سليمة أو عديدة ويرى الطباع العائلتين هل من أهل الخير والفضل أم أنهم عندهم تسرفة أخرى فالخطوبة هي المرحلة التي يتم فيها المدارسة والاتفاق بين الطرفين وغالباً إذا تم الانتفاق بين العريس والعروسة يتم قراءة الفتحة قراءة الفتحة هي تيمن طبعاً في الخطبة عندنا في السنة النبوية ما يقال بخطبة الحاجة خطبة الحاجة أن الإسان إذا أراد أن يتزوج يدخل على المرأة مع أهله ودويه كي قلوا ما يسمى بخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ويصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول كلام أول كلام في الخطبة قبل أن يقول أنا جئت طالباً راغباً في يد بنتكم من السنة النبوية أن يقول خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره نستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا ثم نصلي على الرسول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم نقول جئناكم قاصرين بابكم نطلب منكم كريمتكم وقرة عينكم الشابة المصودة والكل واللؤلؤ المكنودة عندكم نريدها لابننا هذا هذا الشاب الأريب هذا الشاب اللطيف معروف بالاستقامة وبالتقوى وأيضاً أنه كسيم يعمل جاهداً من أجل لقمة عيش حلال ويرغم في تكوين أسرى وتكون له درية وقصدناكم أنتم دون غيركم لما رأينا فيكم من خير ورما رأينا فيكم من باركة ولما رأينا فيكم من رحمة وهكذا كلام جميل يثير الرغبة عند الأسر الأخرى وحينما يتم الاتفاق والقبول تقرأ جميعاً الفاتحة أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدد الصراط المستقيم صراط الذين أدعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وهكذا تكون الفاتحة والصلاة على النبي هي المفتاح للقبول بين الطرفين ومن ثم تبدأ خطوات أخرى طويلة وعريضة سوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في بقية الحلقات التي سوف تأثينا سوف نتحدث بالتفصيل على الخطوات الأولى للخطوبة وللتعارف بين الشاب والشابة وكيف يتعامل الخطيب مع خطيبته في الأيام الأولى قبل الزواج وكيف تتم هذه الفترة للخطوبة مهمة قد نقف عليها هنيهة في حلقة مقبلة كيف تكون هذه الخطيبة في سلوكها في أفكارها ما يسمى بالدراسة الدراسة الأولية هذه مهمة للغاية وصارت أساسية في عصرنا هذا أيام زمان لم يكن هذا الأمر الكثير كان بسرعة يتم التوافق من العائلات يقرأوا الفاتحة والرجل يدخلوا بزوجته اليوم الحياة صرت أكثر تعقيداً فصر هناك فترة للمدارسة لمعرفة الطباع ومناهج التفكير وطريقة التفكير كل هذا سنتعرف عليه إن شاء الله في حلقة مقبلة إذا ظهرت هناك علامات ما هي العلامات في الخطيب التي إذا رأيتها سرتك وتعلم بأنه يجب يجب التشبت به وما هي الصفات السيئة إذا ظهرت فيه لا بد أن نخشاه كأن يكون ربما فيه علامات كذب أو غير صريح أو أنه في وضعيته الاقتصادية غير مرتاح عنده ديود أو ربما سبق له علاقات مع نساء أخريات كالتبنوا بعد العيوب أو عنده إذا متصل والعكس قد تبدو الفتاة ربما أنها تبدي سلوكاً معياً وتغفي خلفه سلوك أخر هذه مشاكل تقع عادة كيف نتفادها كيف نتفادها ولا قدر الله إذا لم يتم الاتفاق قد يقع ما يسمى بالرجوع عن الخطبة هذه مشكلة كبيرة تقع من الخاطبين إذا لا قدر الله وقعت هل يجوزه الرجوع عن الخطبة أم لا ما حكم الهدايا والضفقات التي أدفقها الخاطب على خطبته هل يرجع فيها أم لا وغيرها من الأمور التي سوف نتحدث على إن شاء الله بإسهار في الحلقات المقبلة ولكن اللحظة أيها الأحب الكرام سوف نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060-61-62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 السؤال لكم للمناقشة والحوار والاستفادة وهو ما رأيكم في الخطوبة التي كانت أيام زمان والخطوبة دي اليوم وكانت لك أجنية الأخطاء التي قد يقع فيها الخاطبين في أول مرة وكتقع فيها ربما صدامات اجتماعية كيف نتعرف عليها ونتفاذاها حتى لا تتكرر أيضا التجارب الناجحة نتمنى أن نسمع تجارب ناجحة من عند الآباء والأمهات التي سبقوناها في الحياة وكانت نتيجتهم أنهم حققوا الاستقرار العائلي وطالت المدة يعني كل هذه الأمور نتمنى إن شاء الله تعالى أن نتعرف عليها معكم سوف نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لاستقبال مكالماتكم فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر